في تعاون استقبل أمس وزير شؤون دينيا والأوقاف يوسف بالمهدي وفداً من مجلس الشورى للمملكة العربية السعودية حيث أكد طرفان ضرورة ترقية العمل والتعاون المشتركين حظينا بهذا التشريف لزيارة قطاعنا لعمق العلاقة الموجودة بين البلدين والشقيقين والشعبين والقيادتين ولا شك أن خدمة الدين وخدمة القرآن رسالة نحملها جميعاً ونسعى إن شاء الله من خلال خطابنا الوسطي المعتدل الذي ينبذ الكراهية وينبذ العنف وينبذ التطرف هو شعارنا أيضاً في خدمة العلاقات الثنائية بين البلدين نحن في لجنة الصداقة السعودية الجزائرية نسعى إلى توثيق هذه العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين خاصة بين مجلس الشورى في المملكة ومجلس الأمة والمجلس الشعبي الوطني في الجزائر ودورنا كلجان صداقة توثيق هذه العلاقات الثنائية وتطويرها سواء في جميع المجالات الدينية والثقافية والاجتماعية والاقتصادية والاستنوار وكل الجوانب